تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بالذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة واستحالة من التقدم والتفوق سياسيا واقتصاديا ومعرفيا جعلت المملكة واحدة من مراكز القرار الدولي وفي صدارة اقتصادات العالم التقرير التالي والتفاصيل تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى تأسيسها على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل السعود رحمه الله موحد البلاد وبانيها على هدي كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم سائرا في ذلك على نهج أسلافه من آل السعود يحتفل الشعب وتقدم كل الجهات جهودها لتواكب فرحة الناس بهذه المناسبة الغالية متطلعين لمستقبل أكثر تميزا تملأه الثقة بعنوان المرحلة سلمان بن عبد العزيز الذي لم يألو منذ توليه الحكم جهدا في المضي قدما بمسيرة الوطن فقد تعددت نشاطاته في المجالات المختلفة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي تعددا سبقه نشاطات في مراحل مختلفة طبعا فعالية إنه هذا اليوم جميع جدا رائعة راح تكون فيها مناسبات فيها دشيد الوطني قصائد فعاليات عروض قوة عروض خطيرة فرق أطفال استعراض بما يخص باليوم الوطني طبعا اليوم راح تتح الحفل الساعة ثمانية ونصب بإنذن الله راح يكون فيها عدة مشاركات من جميع فرق شعبية المزمار الينبعاوي فرق أطفال استعراض فرق مصرحية فرق أطفال فرق مصابقات للكبار والصغار أيضا راح يكون تكريم للمشاركين وأيضا تكريم للحضور والمشاهد والسنابشات وأيضا للعلميين في هذا الحفل اليوم اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي يعرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى غدت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة بل تتميز على كثير من الدول بقيامها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجا وأسلوب حياة حتى أصبحت ملاذا للمسلمين وأولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جل اهتمامها وبذلت كل غال في إعمارهما وتوسعتهما بشكل أراح الحجاج والزائرين وأظهر غيرة الدول على حرمات المسلمين وإبرازها في أفضل ثوب يتمناه كل مسلم طبعا مثل هذه الفعالية الجميلة الرائعة التي تمثل ذكرى جميلة في نفس كل مواطن سعودي وأيضا مقيم في هذه البلد ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور لها الملك عبد العزيز رحمه الله هذه ذكرى طبعا السنوية نحن في نعمة دائمة والمملكة تستشعر هذه النعمة من أمن وأمان وأيضا ازدهار ورخى دائما نحن نحاول نوضح للجيل الجديد ما يعيشون به طبعا مقارنة بالدول اللي حوالينا والحمد لله على هذه النعمة بالنسبة للفعاليات صراحة فعاليات جدا رائعة وننصح أولياء الأمور أنه يجيبوا أولادهم في هذه الفعاليات بحيث تثقيف الأبناء على معرفة وتاريخ وهوية بلادهم بلاد المملكة العربية السعودية حماها الله ومثل ما أنتم شايفين جدا رائعة ومستانسين ويعتبر يوم من أيام الوطن وهو يعيد توحيد المملكة العربية السعودية حفظ الله بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وشعبها وكل من على أرضها